السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نقدم لكم طريقة تشغيل البس المباشر للمحطات الزعية في راديو محاكل حافلات الاندونسية بمعنى انك لو حبيت تشغل المحطة بالنسبة للراديو هيطالبك بمشغل وهيطالبك برابط او بس مباشر فاحنا نوفر لكم ملفات للبس المباشر غير المرة اللي فاتت المرة اللي فاتت احنا عملنا فيديو انك ازاي تعمل انبي سيري ترفعه وتعمله رابط مباشر وسبنا لكم روابط ولينكات للبس المباشر وازاي ان انت تحمل اي انبي سيري وتخليه بس مباشر ولكن المرة دي ملفات ملفات بها روابط مباشرة لمحطات ازاعية 38 محطة مختلفة ومتنوعة بس مباشر 24 ساعة بدون حدود يعني بس مباشر اغاني واخبار وكده محطات ازاعية رسمية من قنوات رسمية يلا بينا نشوف الشرح على طول يلا بينا في صندوق الوصفة هتلاقي لينك رابط هتحمل الملف هتلاقي يجيلك بنفس هذا الشكل هتفك من الضغط ملف بسيط جدا يعني هتلاقي فيه الملفات بهذا الشكل طيب الملفات دي هنضيفها ازاي هنشوف دلوقتي هنضيفها كيف وهنعرف ازاي الطريقة ملفات بسيطة جدا وحجمها بسيط جدا يعني مش هتاخذ منك حاجة تحميل هيتم بسرعة والرفع هيتم بسرعة في ثواني ولكن تابع معاي الطريقة ونشوف الطريقة ازاي هنفتح لعبة محاكل حفلات الاندولوسية ونخش على ادوات ونخش على الراديو هنفتح الراديو بهذا الشكل وهنضغط على هذا الزر هنخش كده لديو التأكيد وهنروح للملفاء اللي احنا حملنا زي ما انتشايف هيظهر لنا برضو بنفس هذا الشكل كل ملف من دول بقناة بس مباشر ضغطت عليه كده جاني على طول كده بدون اي مقدمات او بدون اي حاجة كده تمام هذي رابط شغال لو ضغطت عليه كده هيشتغل هنا ممكن تعدل الاسم وتكتب الاسم اللي انت حابب مثلا لو حبيت تغير الاسم هنا الرابط طبعا ملكش دعوا بيه لو انت غيرت في الرابط كده مش هتشتغل هيحطل البس المباشر هتضغط برضو تاني هنا وتجيب باقي الملفات تشتغل معاك بدون اي مشاكل وبدون اي حمل في الجهاز ولا بدون اي حمل في اللعبة اذا حبيت مسلا تحزف مثلا زي كده هذي انا بحزف او ده طريقة الحزف هو كده من اللي بترفع انت كده خلاص طم الحفز على طول لو انت خرج تدوس على زر ده كده خرج معاك وشتغل هتروح تلعب تدوس على اللعبة والخريطة هتنزل هتشغل الراديو هيتشتغل معاك كبس مباشر بالنسبة لمايوزك احنا شرحنا فيديو انك ازاي ترفع اي بسرية من على جهازك وdollar عندك او انك اه ترفعه على طول على على اللعبة ولكن ملفات بيكون افضل لانه الملفات مش واضح حمل كما انتو شايفين كده مام علي اي ضغط طريقة جميلة ومبتكرة وشرحنا برضو في قناتنا ازاي ان انت تشغل شاشة العرض على لعبة محاكل حفلات الاندروسية بالنسبة لفيديو تشغيل الشاشة وبالنسبة لفيديو تشغيل الام بي سي ري وتجعل الام بي سي ري ترفعه وتاخذ منه رابط وتضيفه كبس مباشر هتسيب لكم كل الروابط موجودة اسفل الفيديو وهتظهر دلوقتي في العلامة اللي فوق علامة الاي هيزر الفيديو بتاع البس المباشر بالنسبة للراديو وكده يبقى شرحينا خلص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته